كان بيدرس في بيركلي في اسبانيا مش تقوله والله حبينا نعملها لك مفرح يا خل الشباب يعملوا حاجات والله العظيم احنا زمان ما كان شاب يطلع يعمل حاجة بره ولا يدرس بره ده حاجة جبيرة جدا ده حاجة جبدة جدا ده شفر بره في الأجانب روح أخي وجاي فيه تراك بتلعبوه من غير هنا خالص نقول اينديان بيرميد اينديان بيرميد اينديان بيرميد طيب بقى ايه فكرته قبل ما تسمعوه هو قوسه وقلفه اه وفيه ميلودي بتاعه عمل فكرة جديده كده ان احنا بنغنيه بس احنا لسه عشان الميلودي لسه كل مرة بنغنيه بنغنيه بطريقة مختلفة عن اللي هو كاتبه يعني يمكن ما نغنيهوش النهار ده لما نلعبه يعني بس هو الميلودي اللي كانت بقوسه مسورينه في حتة واللي مسجي اصل انتو الحفلات حتى ملحيتش تتصور ده كله من الموبايل بس هو اسم اول مرة هتلاقي برضو كده وهيتسجل بشكل كويس ويتصور لو عملنا النهار ده اه بزبط بص ايه في الصبقات اللي عملت اعملها بصحة هو كل الاغاني اصلا كده كل الاغاني النهار ده هتبقى كده يعني عليها نعمل ود خفلال هذي يعني اوش وبلاش ايه ايه ده اه انا في اسبانيا اتعرفت على واحدة هندية اه وكننا بنلعب مزيكة مع بعض فانبهرت بيها ام فبصراحة اللي انا بلعبه ده فيه مستوحة جدا من الهندي ام يعني من غناها الهندي فسميتها انديم بيرميد انه هو هو مستوحة من الهندي بس انا مصري وكده وبالانجليزة اشتعاملت بره لانه بره سميتها الهرم الهندي ايه سمعنا الانديم بيرميد بتاعتكو دي سمعوها صبقه صبقه هو